لا نهاية تلوح في أفق الصراع الأمريكي الصيني الذي بدأ يأخذ أنماط أكثر خطورة منذ بدء العام الحالي في أحدث فصول مسلسل الصراع المتصاعد رفع الكونغرس موازنة البنتوغون بزيادة قدرها 40% عند العام الماضي أما عن الهدف فيعلنه وزير الدفاع لويد أوستن صراحة بقوله إن هذه الموازنة أقرت لمواجهة الصين وتحديث القوات الأمريكية المتمركزة في دول آسيا التصعيد الجديد لا يبدو مستغرباً في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين بكين وواشنطن وتصاعد حدة الاختلاف المحتدين بينهما على قضايا جوهرية بدءاً من تحديد مصير تايوان والحرب الاقتصادية مروراً بأزمة منطاد التجسس الصيني ووصولاً إلى حرب أوكرانيا وعلى الرغم من التفوق العسكري الأمريكي عالمياً منذ نهاية الحرب الباردة إلا أن الحروب التي شنتها واشنطن على الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين أرهقت الجيش الأمريكي بشكل كبير بحسب مجلة دي أكلوميس البريطانية فحروب أمريكا على العراق وأفغانستان أجبرت الجيش الأمريكي على قبول مجندين بلا تعليم ومنح عدد متزايد من المتطوعين تنازلات عن السجلات الجنائية إضافة إلى استخدام الجيش الأمريكي الأليات العسكرية بأضعاف قدرتها الفعلية لا سيما في العراق الذي صدم واشنطن بسنوات طويلة من الحرب وفق ما تؤكد المجلة البريطانية كل ذلك حدث بينما الصين تراقب وتتعلم فالجيش الصيني اعتمد على القواعد الكبيرة واللوجيستيات الآمنة كما استثمرت بكين في الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والحرب الإلكترونية في وقت تركت الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط ندوبا كبيرة على واشنطن التي أدركت ذلك بشكل كبير مع بدء قرع طبول الحرب في أوكرانيا